الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله إذا هناك سائل فأنا أستمع إليك سيدي نعم نعم سيدي أنا أستمع إليك نعم يا سيدي وعالكم السلام ورحمة الله وبركاته السؤال بالنسبة للوالد يعني لما يتوفى وتكون يعني كاين يعني هو خلى ملك بسيطة يعني مثلا بيت أو سيارة مثلا يعني يعني كاين خلى الأولاد مثلا خلى عصرة أولاد وتلات اهناك وكاين يزوج من الأولاد هؤلاء يحبوا يتنازلوا على من الحصفة نتاحهم يعني من الورثة نتاحهم يجوز لهم يعني يتنازلوا ولا يخرجوها يخرجوا لها يعني هو الواجب أصلا الواجب أن يقسم أن تقسم التاريكة على مستحقها لما نعطوله حقه لما نعطوله حقه خلاص الداة يجوز له أن يتنازل يعني يردوا ولا يصدقوا ولا يعطيه لأخته يجوز له ولكن ليس قبل أن تقسم التاريكة فهمت يا أختي نقسموها أولا خوياها وحقك ومعطيه خلاص الداحقوا يعني يرانا طبقنا الشريعة قسمنا الميرات ما خالفنا الشريح حكم الله لما يدحقوا بعد ذلك يتنازل أو يتصدق أو يمدوا الخاوتو يجوز له ولكن ليس قبل تقسم التاريكة يعني يتنازل ولا احنا قلوا لتنازل ولا البنات اللي يصغلوا الحياة انتحهم خالش البنات يحشموا قال ما طلبوش حقهم لا تقسم التاريكة وبعد ذلك من عرد أن يتنازل يتنازل نعم خلاص فاهمتي فاهمتي أيضا الشيخ هو لما يخلى مثلا سيارة أو خلى مثلا البيت يعني هذه فقط يعني هذا المتركات هل يجوز يعني قبل ما تقسم التاريكة هل يجوز يعني تصرفوا في السيارة هل يخبروا ما يعني قبل ما يجوزهم يعني تصرفوا فيها قبل تقسم التاريكة أيما إنسان يتصرف في حاجة من التاريكة يدفع الثمن يعني يدفع الثمن مثلا إذا عنده حانوت حانوت باش ما يغلقوش الحانوت واحد مولدو أو يستغل هذا الحانوت هذا يدفع يعني إذا الحانوت يتكرى يخلص الكرام إذا الحانوت يعني دار فوائد هذه الفوائد يتحق الورطة يعني يعني التصرف في حق الميت يكون بعد تقسم التاريكة أما قبل تقسم التاريكة فيكرهها كما الناس إذا أرض فلاحية يكرهها على خوته فهمتها أو لم فهمتها نعم سيّه هو لك يتصرف فيها يعني واحد من الأولاد يعني يخدم بيها يعني يتصرف فيها أو يخدم فيها خلاص خدم فيها نعم انتوما قسموا التاريكة لما يتقسموا التاريكة إذا هو وحبي يملك السيارة وحده يدفع الثمن انتحها لأنصب انتحها لخوته وتوليد سيارة انتعه وهذه المدة اللي يخدم بها هذيك الأموال اللي يجلبها تقسم على الورثة ما يديهاش هو وهو ياخذ برك ياخذ الأجر أنت أو يخدم بهذه السيارة نعطيه له الأجر لأنه أو يخدم ويدخل نظرهم فهمت يا أولاً فهمتش نعم شكرا يا أختي شكرا جزيلا الله يرضى عليك إذا وزير الداخلية يسمعني أنا أدعو وزير الداخلية ورئيس الحكومة بشي ديره قانون إيجاب إيجاب يعني قانون بموجبه واجب تقسيم التاريكة ما يخلوش تقسيم تاريكة للعائلات وللأفراد راهي ملايين ومليارات وجمداء على أجل واحد من الخروة ما روش حاب راهي فيلات شركات أراضي عقارات أملاك سيارات شاحنات محلات تجارية راهي متوقفة على واحد من الخروة أو ساكن في هذه الفيلا ما روش حاب تتقسم لأنه راهي ساكن في الفيلا ودعيها أو مستفيد يعني شركات أي غلقت على الخروة ما تفهموش بيناتهم واحد يقول نقسموه الأخر يقول ما نقسموش لولاد الدوحق لابنات كوارت كوارت العجوزة تكون خليا يذهبتها عند ابناتها ابناتها ما يحبوش يقسمو لأنه يدو ذهبو أحدهم أما لا أنا أنا أقترح أن تتدخل الدولة يخلم ما يموت الميت نسجله في البلدية لازم البلدية مباشرة بلا نقاش تروح ورقة من البلدية لعند المحلف والليسي كما يقولوا والموثق الموثق أفضل عند الموثق الموثق يستدعي العائلة هلك وطارك مباشرة بابك وموت وفا واش خلا؟ خلا كده كده يقسم لهم أنت عندك ربوع التمن أنت كده خلاص أنتهت القصة راهي معارك نسي تتقاتل يو خاورا في المحاكم خاورا في المحاكم عيماهم الأم مع ابناتها البنات مع خاوتهم الأخواتات بيناتهم يعني راهي كوارت عائلية في موضوع الميراث حسبونا الله ونعم الوكيل حتى وصل راجل عاقيم عاقيم ما يولدش عاقيم ما عندوش دراري معروب بالوتائق عاقيم عمرو ما جاب طفل يو دارولو ذراري وقسمولو تاريكا دارولو نسبولو روح جيب طفل ونسبولو وطار في كيلو ويقوي عشد دار والفلا والعقارات حسبونا الله ونعم الوكيل أمرو ما تولدش قاع يو دارولو ذراري وقسمو تاريكا عشد الله مخسومة على ولادها اللي عمرها ما سمعت بيهم حسبونا الله ونعم الوكيل ماتت مرة هكو تسمعوا ماتت وليدها من الخارج ماتت دفنوهاش قبل ما نجي يمات وحشها هو واحد ثلاثين سنة ما تليفونها لهاش يمات وحشها ما نقدش نعيش بالأبيها السناوني السناوة كي جاموا مغطعينها مغطعينها بالقماش ندخل معاي ما في قبرها أن يحب نكون أنا آخر واحد شافي ما في قبرها يا وطلوا عليه صابوها قابلت لأصبحها ويعبص في الورق يعمر في الورق بصبعتها وهي ميتة حسبونا الله ونعم الوكيل حسبونا الله ونعم الوكيل إذا قل مالي فما خل يصاحبني وفي الزيادة كل الناس خلاني كم من عدوي لأجل المال صادقني وكم صديق لفقد المال عاداني علاجة للدراهم علاجة للمال الناس رهي متقاطعة متنافرة يعني ولت قيمة الإنسان واش عنده في يجيبه أما علمه وأخلاقه وتربيةه ما يهمهم شي يهمهم الدراهم ورح يخطب طفلا يروح يطلوا متاقة متاقة فاشجاء ولجف ماروتي ولجف مرسيداس وعند الشاب رح يخطب وحده ما شاء الله هو الشاب خدام بسيط يعني بابها حقروا حقروا قالوا كاش ما عندك قالوا لنا عندي شهر يتاعي قالوا ما نعطيها لكش الشاب حيلي رح شاف واحد العمارة يبنيوا فيها عمارة عشرة طوابق رح سلف كستيم على صاحبه وقف الباب بابها كان جائز وقف الباب بداي عيط على الخدامين هم ما مخدامين توعوا موالوا بداي عيط على الخدامين شكولي قالكم ديروا هدي بابها شاف قالوا قالوا علهم ما قتليش علهم ما قتليش قالوا أنا ما نحبش نحكي كل حاجة أداه عطاله الطفلاء وزوج هاله ومبعد هالك صاحب العمارة كي سمع بالقصة عطاله زوج بيوته كوزينا وبناحياته وبنادار لا حول ولا قوة إلا بالله ها شتوين وصلنا سائل يقول والدي يمتنع عن شرب دوائه الذي إذا لم يشربه يصاب بجنون قد يؤذي نفسه ويؤذي كل من حوله وأنا أجد نفسي مضطر للتشدد معه وأقبض عليه لكي يشرب دوائه وأخشى أن يكون هذا من العقوق لا يا سيدي هذا ليس من العقوق إذا لازم إذا كان لا يصلحه إلا التشدد عليك أن تتشدد معه لأنه مريض مريض بابك مريض تقول ولكن ما يشربش دوائه ويولي مجنون يؤذي نفسه ويؤذي غيره مل أنت تقبض عليه وتتشدد معه وتحله فمه وتشرب له الدواء هذا هذا ما يصلحه لا شيء عليك أنت مأجور عند الله ولسه مأزور أنت مأجور وهذا مرش من عقوق الوالدين ربي لما قال ولا تقول لهما أفين أنا يا مرش يتكلم على الوالد المجنون ولا الأم المجنونة كاين بعض الأباء أصيب بجنون ولو يربطوه يربطوه لأنه يخرج يأذي نفسه كاين حسق ساوني يعني أظن من باتنا بابهم يمشي على صدر على صدر ويجي قاعد قطعه صدر قاعد لي بالدم رجليه فخات تيس بعتيه يتقطعه فولو يربطوه يجوز لهم إذا كان إذا كان لا يصلحه إلا هذا أنا نحكي وعلى إنسان يصاب الجنون لا شيء عليك يا سيدي ما شيء حرم عليك بارك الله فيك وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة